للجهاز الفني ولازم يبقى فيه أداء هجومي أكتر من كده أنحنا ما بنوصلش ملناش أي شكل لعيبة واقفة في الملعب كلها بتدافع وتقفل ولعيبة رجالة بس ما فيش حاجة ما لعبناش كورة طبعا أنت تتكلم عن النقاط الهجومية مين من المهاجمين تتوقع أن كروش يدموا الفترة الجاية لا لازم أفشة أفشة محدش ينكي يعني مش أن نقول أحسن لعيب في مصر لا هو من أحسن ثلاث لعيبة في مصر المهاجم لازم يوصلوا واحد يعني صلاح مثلا ظهر قوي أيام برادلي عشان كان فيه أبو تريكا كان بيحطي له حسام حسن لو نرجع بقى قوي هو حسام حسن مع حفظ الألقاب طبعا عشان كان جنبه إبراهيم حسن على باك يمين محمد عمارة باك شمال بيحلموا البعض حازم إمام تحتيف المنتخب بيديله سرؤات في الأهل وليد صلاح الدين وريض عبد العال عبد السطار صبري فمئة واحد بيخدم عليه عشان كيه هو حسام حسن محمد صلاح ما بيوصلش يعني احنا كنا فعلا محتاجين أفشا يعني حتى مش هتلعبه أساسي خليه عندك تبديلة يعني انت شايف ان كيروش مستغلش وجود محمد صلاح لا ما شفناش صلاح احنا شفنا يعني كلانك مزبوك جدا احنا شفنا مبارح مانيه خطير يعني مبارح طول البطولة مانيه خطير وفي الأماكن اللي هو اللي بيلعب فيها صلاح مش دي احنا صلاح مشوفناوش في الفرص اللي بيجيله في ليفر بول يعني مشوفناوش بيلعب على يميني ويخش الجوة يعني من يلقى اللي يساعده والي يخدم على شغله وصلاح لا بالضبط اشتركوا في القناة